لعنة الجزائر على الكاف وربما هو العنوان الوحيد الممكن إطلاقه على مسلسل كأس أمم إفريقيا المزمع إجرها بالقابون سنة 2017 فمنذ الإعلان الرسمي عن محتضن الدورة والأحداث تولت ولازال تنهال على القابون والذي شهد مقتل اغتيال زعيم المعارضة السياسية أوندريم بي أباما وهو الأمر الذي أدخل البلاد في دوامة من أعمال شغب بإضافة إلى التقارير الإعلامية المشيرة إلى استحالة تجهيز المنشآت من إضافة إلى رفض الشعب الغابوني فكرة تنظيم كأس أمم بإفريقيا كل هذه العوامل ستضع عيسى حياة أمام معذرة حقيقية فإن حدث وتعدر على الغابون احتضان العرس الكراوي فلن يجد العجوز الكاميروني سوى الجزائر لتنقذه من مهزلة جديدة بعد تلك التي سبق للمغرب وأن أحرجته بها وقبلها ليبيا فإفريقيا عودتنا على أمور مماثلة وكل شيء ممكن فالجزائر التي خسرت الرهانة في الكواليس قد تظفر به بطريقة دراماتيكية وتخرج منتصرة رغم أن في حياته الذي لن يجد سوى الجزائر منفدا يخرج به حي ويحضى بتزكية رئيس الفيفا السابلاتير تبقى الأشهر القليلة القادمة وحدها الكفيلة بأن تبوه بأسرار لا يعلمها سوى حياته وتجعل من الجزائر المستفيد الأكبر والتي حتى وإن حرمت من تنظيم كان 2017 إلا أنها ستربح رهانة فطح المسؤول الأول عن أعلى هئة كروية إفريقية